كيف يمكن عد هذه الأزهار؟ ابدأوا بأول مجموعة وعدوا الأزهار واحد، اثنان، ثلاثة لاحظوا أن العدد أربعة غير موجود عند هذه الزهرة ثم لديكم العدد أربعة هنا ثم خمسة، وستة والعدد سبعة أيضا غير موجود عند هذه الزهرة ثم لديكم العدد سبعة هنا وبعده العدد ثمانية ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للعد يجب أن تعدوا الأزهار بالترتيب إذن هذه الإجابة غير صحيحة لنعد هذه المجموعة معا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة إذن هذه الإجابة الصحيحة تأكدوا من ذلك كيف يمكن عد هذه الفئران؟ ابدأوا بهذه المجموعة واحد، ثلاثة، ولكن العدد اثنان يأتي بعد العدد واحد، وليس العدد ثلاثة إذن هذه الإجابة غير صحيحة لنعد المجموعة الثانية معا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة هذه الإجابة الصحيحة قم بعد الفراشات ثم اكتب العدد الناقص في المربع المناسب لنعد الفراشات معا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة إذن اكتب العدد ثلاثة في هذا المربع والعدد أربعة في المربع الثاني قم بعد الأزهار ثم اكتب العدد الناقص في المربع المناسب كم عدد الأزهار؟ واحد، اثنان، ثلاثة إذن العدد الناقص هو اثنان كيف يمكن عدد هذه الأزهار؟ عدوا المجموعة الأولى واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة هذه الإجابة الصحيحة لأن هناك أعداد ناقصة في المجموعة الثانية انتهى درسنا عن العدد بالترتيب ترجمة نانسي قنقر